بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وده فيديو على هامش كتاب ذوت نت مايكروسيرفس اركتيكشور الموضوع موضوعي يعني ممكن يكون جدلي شوية بس انا شايف انه مهم لانه احيان بيلخبط افهام بعض الناس بعض الناس بتقول على مايكروسيرفس انها باترن فالحين انها ليست باترن للأسف يعني اهو مفيش أسف في الموضوع الموضوع عادي يهد طيب هوا مش باترن ليه المايكروسيرفس is a style is an architecture style هي طريقة للأركتيكشور عشان اديك مثال بالواقع اللي انت عايشه واللي انت واخد عليه وفهمه عشان تعرف الفرق منين لاتنين الستايل زي مثلا لما اقولك ده ستايل بتاع وورك وورك ستايل يعني بتاع بيزنس كلاسيك ستايل فبتلبس لبس بدلة وكلام من ده لكن لو انت حبيت تلعب رياضة بيه لبس البزنس مش هينفع ولا لا ينفع تلعب بيها كرة ورياضة بس اللي هحصل ممكن بطلوني يتمزق تكسر يحصل لك حاجة بتاع لانه هو مش قليئ حاجة للرياضة نفس الحكاية ينفع تلبس لبس الرياضة الستايل بتاع السبور دوات وتروح بالشغل بس كل ناس هتبصلك بشكل غريب وتبقى حاسة انت شخص مش منمق وهتلاقيه مش مناسب للمكان ولا لوضعية العمل بتاعة الشغل العادي يبقى نفس الحكاية انت تقدر بالمايكرو سيرفز تعمل كل انواع يعني يتنفس في اي حاجة زي بزبط لبس للشغل ممكن تتقعد بيه في البيت لو عايز فينفع لأي حاجة بس هل هو القليئ لكل حاجة لا فمش كونه ينفع لمجموعة من الابليكيشنز اكتر من المجموعة تانية ده يخليه باتر طب ليه يعني طيب نفس الحكاية المونوليت على فكرة برضو لو جينا للمونوليت المونوليت ينفع لأي حاجة في الدنيا اي ابليكيشن ينفع بس ممكن تلاقي المونوليت يتمزق لو فيه داتا كتير هاي سبيد ديتا مثلا على الابليكيشن بتاعك او احتاج تعمل نوع من انواع الروزولتر سكيلنج او فيرتكال سكيلنج ساعتها هتلاقي اتمزق منك يبقى هل ده معناه نوع غرصة ده باترن it's not a pattern it's just an architecture style طب قمال ايه فرق من الباترن بص الباترن دي دي اسمه لود ليفلينج باترن اللود ليفلينج باترن ديت عبارة عن اي انا عندي سيرفيس او ابليكيشن ايا كان حاجة بتعمل خدمة معينة وفيه مثال عامل يحصل لي ان كان فيه سيستم بيعمل بيرول فبياخد وقت عشان يحسب البييرول الواحد بيجي في ساعات معينة بيكون فيه لود عالي جدا على البييرول سيرفيس او ابليكيشن ده تمام وليه البول سيرفيس او ابليكيشن عشان بس بتركزش على انه مايكرو سيرفيس او كذا ممكن يكون مانوليث اتش ار سيستم تمام المهم ان هو بيجي لود عالي في وقت معين عشان يعمل حسابات للبييرول بياخد في الكل الواحدة عشان يكالكوليت one بيرول بيحسب مليونز او اكويشنز وبتياخد الكلام دهات منه بضع ثواني طب هذي المدة اللي بتتاخد الريكوستات كتير وهو بياخد وقت كبير لكن في اجمال الوقت يعني في اجمال الوقت يعني ايه يعني بفرض ان هنتخيل ان هو بيعالج الريكوست في ثانية يعني لو طول ما المعدل ريكوست بير سكند هيبقى ناجح طيب افرد جاله عشرين ريكوست بس هيفضل ما بيجي لوش ريكوستات في باقي الدقيقة فبنعمل حاجة اسمها اللود ليفلنج وبنحط الريكوستات على هيئة كيو ونقعد نوديها للسيرفز واحدة واحدة طب ليه في حل تاني ان انا ممكن اعمل اتنين سيرفز يعالجوا العشرين بس هيفضلوا فاضين بعد كده لان فكفية سيرفز واحدة بس اعمل ايه؟ اعمل لود ليفلنج اوزع اللود على الزمن فبالتابعية تفضل سيرفز واحدة ويبقى انا وفرت ومحتاجتش اعمل اتنين سيرفز واستفدت بوقت السيرفز دا الكلام دوت اسمه لود ليفلنج باتن بتحلق مشكلة محددة ان في عدد في لود بييجي اللود دوت بيكون كتير في وقت وبيكون قليل في وقت تاني بحيث انه هو على اجمالي وقت الاكسيكيوشن بتاع السيرفز السيرفز تقدر تهندل كل الريكوستات دي لكن ما تقدرش تهندل كل الريكوستات ديت في وحدة زمن صغية اللود ليفلنج مشكلة محددة حلها محدد استخدام كيو والسيرفز والسيرفز دي بتكون سيوم الكيو ده وترد باسينكرونسلي يبقى كل المشكلة محددة لكن هل ينفع اقول مثلا ان اللود ليفلنج دي كباتر تحل اي مشكلة اركتشار لا طبعا ينفع اقول ان دي حاجة زي المونورث والمايكرو سيرفز لا طبعا ولزايك الحام بتعجب لبعض الناس اللي هم متخصصين في الاركتشار بيتكلموا عنها على انها باتن بتبقى بالنسبالي حاجة مش طبيعية وغريبة شوية لان هي باتن معناها تحل مشكلة معيضة نرجع بقى للكتاب لو انت كنت جت لي من خلال الكتاب فتقدر ترجع له تاني من اللينك الجاية دي او تشوف اي فيديو هاي تحبك تحبها على القناة من خلال اللينك التانية دي هشوفكم على خير سلام علي